اشتركوا في القناة يقول لك ان اي شيء تركز عليه يعثر على احاسيسك وحكمك وعلى سلوكك ونتيجك ويعمل لك ثلاث حاجات الغاء دعميم وتخير معنى ايه الكلام ده مجرد ما تركز على حاجة لازم تحكم عليها ولما تحكم عليها هتشعر بيها ولما تشعر بيها بعد الاحاسيس في السلوك الاحاسيس هي وقود الانسان فوفو تبدأ تحطى في السلوك على طول والسلوك بيسبب لك نتائج ونتائج واقع فالحالات دي والتالامة ركزت على حاجة العقل البشري لا يستطيع التركيز غير على معلومة واحدة فقط في وقت واحد فلوقس التالامة بالتركيز يبقى المخ لازم يلغي اي حاجة تانية ويعمم لك دي عشان تلاف تفكر فيها كويس ويخليك تتخيلها على خط زمنك في المستقبل الكلام ده معنى اين كنا في باريس كنت مع ناس هناك هيمثلون هناك وبعدين كنا عادي في مطعم بيعابلوا فيه ستيك بطريقة عجيبة جدا يعني قبا عن جد المطعم بقى له اكتر مئة وخمسين سنة وعدين عاملين اتكلم كان بنا كان فيه طاولة كبيرة جدا حوالي أربعين واحد كان عيد ميلاد فانا قلت للشخص بطلق ايه رأيك تحب نروح مطعم تاني قال لي ليه بتروح عشان فيه دمش اجنبين قال لي انا ولا واخد بالي منهم خالص فاللي حصل هو ركز علي انا فلغيهم لما لغيهم عميني انا وبمجارب ما بدأنا نتكلم تاني قال لي عندك حق تروح مطعم تاني لان طالما خلي التركيز وروح على دول لغاني انا مبقاش فاهم حق تعالي نشوف النهاردة انت ممكن تخلق مع صديق بتحبوا جدا اصدقاء بلكو سنين خارجين سوا وانت احاسيسك ايجابية والمنفات كلها هي ايجابية خارجين لأكل مع بعض وانا متوقع حق دي وقت جميل جدا معاه ولما تقابلنا اختلفنا ولما اختلفنا تركيزي تغير فالمخ على طول لغاني كل حاجة كويسة عنه وعمم لي كل حاجة سيئة عنه وبدأ يدعمني من يوم ما كنت تعرفه وعملك كمان كذا ونصب عليك هنا وضحك عليك هنا وتاخر عليك هنا المخ يدعمك باستمرار وتروح ماشي ما انتش طايقه وتتخيل نفسك في المستفل وانت بتتفداء وبعد يكلمك في التليفون ايه يا راجل ايه اللي زعالك يعني احنا صحاب من زمان وبعدين انا انا مقصدش ايه اللي حصل تروح لاغي كل حاجة سيئة عنه وتروح معمم كل حاجة كويسة عنه وتتخيل نفسك في المستفل وانت عاوز تشوفه تاني من الاول وجديد وبعدين تخلق معا تاني من الاول وجديد يروح مجيك على افاك كمان مرة تروح لاغي كل حاجة كويسة عنه تروح معمم كل حاجة سيئة عنه وتتتخيل نفسك في المستفل وانت مش طايقه والناس شغالة على كده. رايحة جاية ما حدش فهم. لكن لما تفهم القوانين دي تعرف زي تتحكم في حياتك. اتم تجاوزين. اول اسبوع اخر حلاوة. طبعا انا بسميه اسبوع كذب لك. كله بيكزب على كله. يتكلم احلى كلام. وحط احلى بار في فنات. استنى في دور اسمات دورة زوجية. في حد حضر لي العلاقات اللي جاهلة عملتها في القاهرة. مرة عملتها مرة. عملتها مرة. عملتها مرة واحدة في القاهرة. في دور اسمات دورة زوجية. بتبدأ الاول بالانجزاب. فت رجمينة جدا. كله مجازب لكله. تبوص تلاقي الشخص ينفس احلى لبس. يتكلم احلى كلام. يحط احلى بار فنات. لغاية ما توصل بعد كده. الاتنين بيتهودوا كده. تبوص لقي مبسوتين جدا من بعض. واي حد يقول حاجة تاني. فرحان. فرحان بي. مبسوت. مبسوت بي بي. يعني. عارف ايه الحناوة دي. ايه ده كمان. كمان يا ست. ما تبوص لقي. واي حاجة يقولها الدعام. وهو ده اخيرا. قابلت اخيرا. اخيرا. وتلاقي الشخ تاني عنده كل شعر افناحية عمل زي مشوعة. المهم. دي فاطر الانجزاب. فاطر الانجزاب دي. انا بوصي لقي. انا اول ما اكون اول بدأنا. يعني اول ما اعرفت يا مراتي. وكان ديها بتلعب في نادي في اسكندرية. في نادي اسموحة. وانا كنت انا كنت ابقى. انا كنت ابقى على مصر في مصر. وانا معرفنا بعض في الاول وبدأنا اتخاطب وكلام ده. وبعدين عزمتها في ناة على لمون. واللمون وقتها كان بخمسة سهاء. وخمسة سهاء كان مرتابة في الشهر ب حاله. وهي جايب الشليمون يا الشفاط عملا تلعب باللمون بتلعب باللمون. لانها كناريا بتلعب باللمون. وتلعب بغاية ما دبانة واقعت في اللمون. وانا زعلان جدا على خمسة سهاء بتوعي. وعملت بعد كده جبت لها واحد تاني واستلفت عشان اجيب لها واحد لمون تاني. وبعدين اعملت اشفت. اترجعت مش قادرة لان معدي انتها صغيرة. دلوقتي اجيب لها واحد لمون راح. فيه ايه? ايه ده? نقعد ناكل بتبقى حرب مين هيخلص الاول هنا? لازم تلحق حقت بسرعة الاول قبل ما حد ينط عليه. عارف تبقى حرب لكن في الاول عاوز تاكل تحب اوكلك. دخل بقى كل كله ايه ده بققك عشان بتوكلك. بعد كده تسحب لو حاطيت لو بتعودك على دول. فترة جميلة فترة انجزاب. تركيز تركيز كله ايجابي. اخر حلاوة اللي دين مبسطون جدا من بعض. وبعدين نوصلوا بعد كده. لارتباط عايزين نرتبطوا ببعض. دي دورة زوجية الاول بتبدأ بالانجزاب وبعدين نرتبط ببعض. وبعد كده بفترة التعود. اخطر فترة التركيز بيتغير لما نتعود على بعض. لما الانسان بيتعود بيبقى برحته. عشان بيبقى برحته ما بيعملش حاجات كان بيعملها قبل كده. يعني مش مضطر الوق لازم يشرح شعراء شعرايا ويخط بقى فنات كل شوية فتلاهمه ك الراجل برحته بقى. ما يغسلش سنانه. يعني عاجل. ياكل باصل قبل ما ينام. بل ولا تسبح على خير. ايه ده. الرواح دي. وتقول اللي تسمع بفرقها عاد. وتليه عمل بيشخن في الشهيق والزفير. الشرغان في الاتنين. مش عارف راسه من رجلات. مش تليه مين ده ده ده. عفريت. مش ده. بعدين هي. كل شعره في نحيا زي دراكولا. عامل زي مردعة فرانكستاين. قانون التركيز في منطر الخطورة. في الطيارة. كان كان من فترة كان في ولد. كنا جايين يعني كنت جاي هنا من امارات كنت جاي عليه هنا. في ولد اسمه كريم. كل اللي في الطيارة في الدرجة الاولى حافظوا اسمه تماما. مش عشان خاطر اقيا في الزكيرة. لان امه قالت اسمه خفسة وثلاثين الف مرة. كريم قعد كريم يخربتك كريم سيبها انت تود على الراجل يا كريم يا كريم يا كريم يخربتك كريم وقعف واحد راجل اخر مش عارفين ننام. واحد رو اخد كريم و رو مطيع ان تتولد عشان يلعب بالمياة الزرقة. يمكن يزكت. و كريم عارف عفريت يخش مني. شو ترجم بطوله لانا كريم انا اربع سنين. انا اربع سنين. انا اربع سنين. عارف انت اربع سنين. وبعدين ما حدش عارف ان ينام. و كلنا كرهنا كريم. كلنا كرهنا ل. عارف من قلبك عمل تبع رب اختفي ولا تحصل له بسيبة. ولا يخش تاني زي ما كان. و الوارع عفريت عارف عفريت عنده ولد واحد بس مجنن الطيارة بحلل. و ام وارا كريم. اول ما اول ما تلات كانت عاملة شعراء عنده كوفر. و مكياجة كل حتة في نفسها. وهواجبها قط بعض. رموشها في مكانهم. اتفرج على كريم بعد ساعة واحدة. الست كل شعره في ناحية. القشوت بدأ ينزل على وشها. بقت الشبه عارفين فيلم يعني دي الولا لو شافها كويس مش حينام. وبعدين قعدة وصباح عامل كده. يولو يولو يا ابوك ابوك. نفسها تقول له يا ابن اللي ما ابوك. وبعدين لما جينا ننزل ابوه طبعا كان الدنيا جو كويس والشمس كويس والشمس حر. ابوه في لابس مطلون ابيض. و لابس عارف عارف تي شيرت السماوي. و فيه تان كده من الشمس و مبتزم و شعر كل حده في ناحية. والست دي دي نازل. اول ما بصيرها دي انا رسول مين دي. راحت رايحة راحت حدفاله كريم. لان الكريم كان نايم. بعد ما صحانا كلنا. وتفرج عليه واحنا نزلين واحد راجل. و اي شايلاء راح رايح مع السلام يا كريم. عشان صحيح. انا لازم اتطلق اما اخلعك. انت المرة جاي انت اللي تسافر بيه. قانون التركيز. عارفين? معرفش الرجال اينا كان حد حضر الولادة مع امراضة. و حد فيكو حضر الولادة? حد حضرش الولادة مع رفض? في كندا عشان تحضر الولادة لازم تاخد ديبلوما. لازم تاخد ديبلوما. فانا رحت الاول لحظة. رحت هي مستشفى اسمها موتريال جينرل هسبر. رحت هناك. فكنت بحضر. عشان غاطر اخد الديبلوما في التنافس. عشان اساعد مراتي وابتولد. فكنت انا الراجل الوحيد. وستة وتلاتين ستة حامل. بعد اول يومين تلاتة بدأت احس ان انا حامل. وكلما عملية سألوا اسئلة حوامل. دكتور اللبن. دكتور السميناك. انا قلت حضايا عوقتي بدأت سيارة. طب البمبرس نعمله ازاي? مع الناس مستفين انا كمان. وبعد ما هروني وقعطعوا نفسي ويتقول لي في الاول لما تخشش مع امراتك. خد نفس عمي. يقول لا خد نفس. دي شغلتي. يعني ابراهيم الجدش. وبعدين لما تيجي تقرب خد بالك. لان ما تقرب بالتنافس المختلف. دوي دوي. يلا يلا. دي كان شغلتي. ولما هروني عشرة ايام وخلاص خدت دي بلوما. امال عملت خيصرية. عملت خيصرية. وانا داخل دخلوني في الوقت الخلط. فكان فيه دكتور اسمه اسود مصري ما شاء الله عليه. فدخلوني في الوقت الخلط دخلوني وهو بيتبح. انا بشفتش عملية الراجل بيتبح مراتي. فدخلت له بقول له بتعمل ايه? قال له ايه ده اللي دخلوني الوقتش هنا. رحت واخد ايدهم طلعها له فوق شوية. طلعها بتتح يلا بقى. بس سمي. وبعدها بعدها بقاية. طلعوا لي واحدة. ما فيش ثواني طلعوا لي التانية. شبه بعض بالزبط. ايه ده? هعرفوا. يعني التركيز بقى مش عارف مين فين. طب انا سميهم ايه طيب? اعرف اعرفهم ازاي ما بعض. وكانوا وحشين جدا. يعني العياة برا حلوين. ودول وحشين جدا. فوقتولهم دول وحشين. ايه ده? فاسود دكتور اسود قال لي يا حن نظفهم لك دول شيء كويسين. نظفوهم كانهم اسوأ من القهوة. فانا خدت الاتنين ورحت الامان المراتي وفي وسط راسة عشان تجمع المخين الشمال واليمين تركز كويس على اللي انا هاقولهم. بتلها بوسي. عندنا سحليتيين نازل نغربيهم. وتتفرج على فن الاتصال دعم على الاولاد ورابطه بسطوش الواحدة. فقانون التركيز ممكن جدا تكون متجوز ومركز على كل حاجة ايجابية فلازم تلغي كل حاجة سلبية. مجرم يحصل الاختلاف في حاجة واحدة المخ لازم يلغي. ولازم يعامل. ولازم يتخير. فممكن تلغي ساعاتك. وتعمم تعستك. وتتخيل نفسك في المستقبل وانت من تشطيع الدنيا. ممكن ساعتها تتحول. فممكن تعمم ساعاتك. وتلغي تعستك. وتلاقي الدنيا في منتهى الجمال. فاخد بالك من قانون التركيز بسبب الناس بتختلف. بسبب الناس بتتطلق. بسبب الناس بتختلف وتسيب بعض بالنسبة للشركات حتى. بالنسبة المؤسسات حتى الحكومات. قانون التركيز من اخطر قوانين العقل الباطن عن الانسان. فلما تاخد قانون التركيز وتستخدمه لمصلحتك. قانون التركيز يخليك تلغي السلبيات وتتعلم منها وتحولها المهارات وتبني قدرات وتقدر تبني مستمرك. غير كده هتلاقي القوانين دي كلها تشتغط ضدك وقانون التركيز هاديك لقانون البعده قانون التوقع قانون التوقع بيقولك اي حاجة تتوقحها بقى حاسيس بتبدأ تنجازب اليك وده القانون البعد وقانون الانجزاب فانت عند قانون التوقع اي حاجة تتوقحها تنجازب اليك من نفس الله اي حاجة تتوقحها تنجازب اليك من نفس الله قانون التوقع والانجزاب هل ممكن تكون فكرت في حد. بتفكر في حد في صديق. بتفكر فيه. هو في بلاك تانية. قلت ليه بيتنصبك في تليفون? ممكن تحصل. تورد خواطر. تفكر في حد تفكر فيك. فلو اتش تفكر في حاجة تفكر فيك. فانهار ده نكون بتفكر في اهدافك بتنجازب اليه من نفس النوع. بتبدأ تلاحظ كتب بتعرفهاش قبل كده. بتشوف ناس مش هفتهمش قبل كده. بتبقى عارف تعارف متوقع توقع واجابي. فعلى شكده لازم اول حاجة في التوقع. تتوقع كل حاجة تحصل ايجابية من الله سبحان وتعالى. باقي انت تتوقع الايجابات من نفسك. تتوقع الايجابات من الناس اللي حواليك. عارف توقع لان التوقع الايجابي ده خمسين في المية من التخيير. لو بتتوقع وترس البيه مش هتنجح. فالتوقع ده بيحصل انجزاب. عارف راجل واخد ابنه وراحين يعملوا بربيكيو وقضي يوم في الجنينة مع بعض. وبعدين كان في جبل فالولد قال له بابا ممكن اخش الجبل لالعب شوية. قال له خش يا حبيبي اونا جاي وراك. الولد بعدها بثواني راح كاري. قال له بابا في حد بيكلمني جوا. فالاب راح راح معه في الجبل قال له وافني مشاه بحد. قال له انا حوري لك دلوقتي. فراح اقيل اه. راح راجع له صالة الصوت. بنفس الطريقة. راح شاتب رجعت له بنفس الطريقة. الكلام كويس رجعت له بنفس الطريقة. فقال له بابا ايه ده اللي بيحصل. قال له يا ابني ده صالة الصوت. قال له طب معنا ايه? قالوا اللي بتهدفه في الدنيا ينجازب اليك من نفس النوع. عايز تبعث حبي يرجع لك حب. تبعث غلي بعت لغل. تبعث حبي ترجع لك حب. وما فيش حاجة هتتغير في الدنيا غير لما تغير اللي جواك انت. فلما قبل ما تبعث عايز الناس احترمك? احترمهم انت الاول. عايز الناس تحبك? حبوهم انت الاول. عايز الناس تقدرك? اقدرهم انت الاول. عايز الناس تتقبلك? تقبلهم انت الاول. طالما انت عاوز يبقى لازم تدي. لان اللي احنا بناخده بنعمل بياك لعيشنا. لكن اللي احنا بنديه بنقصد نعبيه حياتي ده بحلها. فتبصت لايك روعة هنا. فانك بتدي فتنجز بلك من نفس النوع. بتدي وتتوقعها من الله سبحانه وتعالى. انا في ناس كتير تبعالك للدكتور انا عمالتي وبدي ناس كتير. ما حدش بديني حاجة. انت فهمتها غلط. هي مش منه. هي بتجيب الحد تاني. انت عطريها الله سبحانه وتعالى. فانت بتدي لله. مش بالشخص. ناس اقول انا ديت ما تدنيش. انا ديت. انت بستني منه ايه? ما انت خلاص ديت انسى بقى. لكن لو تستنى منه هو هتدائي طبعا. لان هو الشخص ده اخدها منك وخلاص. انت مدوقعها بسلوب. مدوقع تدي عشان تاخد راح عليك سأبه. انت بتجي في الله سبحانه وتعالى فتبصت يا الله عز وجل يجي لك اكتر مما كنت تتخيل لان الله سبحانه وتعالى يحب الانسان السخي. يحب الكرامة لان ده اسمه لا الكريم. الرب اسمه الله حتى بيحب الانسان الكريم. يبقى بيدي لك القوة دي طالما ديت انسى. ولا تفكر مرة تاني انك ديت لحد. هتلاقي ربنا يبعال لك اكتر مما تتخيل لان هنا تتطقي الله. يجعل لك مخرجا يعني ايه? هتقابل الناس جداد. هتلاقي فلوس تجي لك من كل ناحية. هتقرأ. هتتعلم. هتلافسك عمل تجبر وتنمي. بس بشرط. لما يقول لك انه من يتقل يجعل لهم اخرجا بس يتطقي الله لوحده. مش مش عايز لعمل خمسين حاجة في نفس الوقت. تتوكل عليه لوحده. ان الله يحب المتوكلين. اجي الروعة. انت عارف? اليومين اللي جاين دول? هنعمل حاجة يا اسمه ديناميكية التكيف في العاصر. وده علم بفضل الله عز وجل انا الفت العلم ده. اول ما ابدأ فيه وراء كل جهد توجد قيمة. وراء كل قيمة توجد نية الاستفادة. كل حاجة بتعمل في الدنيا عاوش تستفيد. طالما عاوش تستفيد ما تديني قيمة كبيرة بقى عشان تستفيد اكتر. مش انت حط العشر داي عشان تصلي. طب ما تحط احسن عشر داي. مش انت حط عشر زيار ربع ساعة عشان تتكلم مع الناس. اجيهم احسن عشر داي. خلي حياتهم افضل من لما بادوا اتكلموا معاك. مش انت بتعمل حاجة معينة اعملها بقوتك. طالما تغضب الله سبحانه تعالى. لو تمشي بس على المبدأ ده تبقى متمايز في الحياة. لانك هتعمل كل حاجة وانت بتجيها قيمة عليا. فانت كل ما تجي قيمة اعلى كل ما الاستفادة هتكون اعلى. لان وراء كل جوه. عاوش تستفيد. حتى انت بتتعامل مع الناس. عاوش تستفيد. وانت تتفرج على التلفزيون. عاوش تستفيد. لانا قاعدت. بتستفيد ايه? راحة. مفكرش. مغداحة. فطالما تقعد تتفرج على حاجات نازمة. بعد ما تقعد تتفرج على حاجات ما نهاش نازمة. وتقعد قدام التلفزيون بس في الساعات وبتاعنا. بقول كلود برجيفان. الراجل ده رئيس الفور سيزنز تليفيجن. اللي هو قناة. من قناوات في مونتريا. بسأله ايه اخر احصائية? بالنسبة للتليفيجن. قال لي الشباب لغاية سنة 18 سنة بيتفرجوا على التلفزيون من 40 ل50 ساعة في الاسبوع. بتقعد ابو الكبار قال لي من 12 ل20 ساعة في الاسبوع. تخيل. ده شغلانة full time. شغلانة متكاملة. لما تقعد تتفرج على التلفزيون خمسين ساعة في الاسبوع. الله. كل دول وانا تقعد يشترك ان ما فيش شغل. ازاي ما فيش شغل العايز الشغل هتشتغل. اشتغل اي حاجة ابدأ اول سلمة. قال لما بدأت برة اول سلمة تطلعكن كنت بشتغل فخزين السحون. ما قام لما كنت بخص السحون كانت اول سلمة ده على الولي. وبتطلع اللي انت بتعمله عمله صح. اعمل. حط كل قلبك فيه. تبقى متميز فيه. ربنا بشارك ان الله لو يجعجر ما حسنا عاملة. وكل يوم حسن نفسك للخطوة اللي جاية. حسن نفسك للخطوة اللي جاية. جهز نفسك للرؤية. بس ركز على دي. اعملها كويس جدا. وبعدين اللي بعده. انا فقط من قهات كنت بشتغل مساعد باس بوي. يعني الباس بوي ده اللي هو بينضف الترابزات وكراسي فانا كنت مساعده. حنضفه. حشيله. كنت انا مساعد للباسبور. بعمله ايه يعني? عملولي وظيفة. عمله ايه طيب يعني انا مساعد بتاعه. طب عمله ايه? يعني هو بينضف ترابزات وكراسي. عمله ايه انا? انا اضف له جاكتة. امسيك له ديله. اعمل له ايه بالزبط? فده كان كتوزيفة. اه. فعارب بتبني من تحت الصفل. اشتغلت في وقت من وقت كنت باشتغل حارس? انا كنت باشتغل حارس. من ساعة اتناشر بليل ساعة اربعة الصفح. سويا انا? كنت باشتغل حارس وكان داخل كل الحرامية. كنت بخالهم. انا اتفضل الله. الخزائل خزنا هناك. عايز ساحب الشغل جمعها على طيب. كنت باشتغل حارس. وبعدين كنت باشتغل في الهولي دين في لوكاندا من لوكاندات كنت باشيه انترابزات وكراسي. وبين البنين كنت اجري جاري على البيت عشان يجيب كنت بين كل ده كنت روح جامعة كونكورت يا وادلس وعدت على كده تلات سنين. لما عارب بتبقى لغاية هنا. ولكن بتكل على الله سبحانه وتعالى. تطبع بان خير اصول على صلى الله عليه وسلم. بعدين منتامي. منتامي لتينك. منتامي لبنى دك. منتامي لناس. منتامي. عارف كلمة انتماية دين. كلمة قوية جدا. الناس بتسفر برا يغير اسمه. عشان يشتغل. بدلا ما كان اسمه سامير يسمي اسمه سام ويربش شرط ويمش يجري في الشوارع كده وعنده كلش. مش لقي عليه. شكل وحش. وبعدين يتكلم يعجبه وقال يعني بقى خواجة. واحد عايش برا ستة سهر جايبينه ببرنامج في التلفزيون شفته بلد من بلاد الخليج. وبيسألوه سؤال. قال لهم انا هحاول ابتكر العربي. يا حبيبي. ابتكر العربي بعد ستة سهر. انا بقى لي تلاتين سنة برا. رفضت ان انا اشتغل في بلد من بلاد لان قبل ما سافر وروح نكعة لطول طلبوا مني انا اعملها لهم بالفرنسية ورفضت. مش عاربي انت الياض كلم بالعربي. نتكلم معك باللغة العربية لما كنت في فرنسيا كلم فرنسي. بالانجليزة كلم انجليزي. الماني. ولكن معك هكلم بالعربي. هكلمك بالانجليزية يا فاش حرق. مش هتفهم حاجة اساسا يعني. لان اقول اه والله. ومش فهم حاجة. اخير نتكلم اللغة اللي احنا رفع حسن. انا فقط من الوقت في حتة الانتماء. جايين يا ابراه. دكتور ابراهيم الفيه حنحطك في الصفحة الاولى. نعم ميشيل لانجولواء وجان مارك شابيو. ولوجي سنتلير من اقوى تلاتة موجودين في كندا. قالوا اخترناك نحطك في الصفحة الاولى في غلاف مجال اسمها بي ام او. بتيت مؤين لشركاته صغيرة ومتوسطة وكبيرة. حنحطك في صفحة الاولى معهم بس بشرط. تغير اسمك. بلاش ابراهيم الفيه دي حطها براين وهي مش بعيدة يعني. اطولهم طيب سيكوني لغاية بكرة. انا هشوف اسم كده تماشى مع مناخيري كده وشكلي. واحاجبه لكم ان شاء الله بكرة بازن الله. جيت لهم تاني يوم جيت لهم اسم رباعي. ابراهيم محمد السادر فيه عربي جدا ومسلم جدا غصف لعنك. نعم ازاي? اشتركوا في القناة